ما هو الوقت الأفضل في ختم القرآن؟ جمهور السلف على أن الأفضل والذي يزموه عملياً هو أن يفتم كل أسبوع وهذا سهل لمن وفقه الله صلى الله عليه وسلم يبلغنا ويقوم هذه القدرة وأضعف الإيمان شهر وبعضهم أبلغها إلى أربعين والقرطبي يقول والأربعون هذه ختمة العاجزين أو شيء من هذا القفيل اللهم استعان لو يشوف بعض أحوال الناس اليوم لا يختم إلا من رمضان إلى رمضان بحجة ماذا؟ والله مشغول لا إله إلا الله أي شغل هذا الذي يصرفك عن قراءة الكلام الله عز وجل وختمه ولو مرة في الشهر أتدرون كم يأخذ منكم الجزء أيها الأخوة؟ لا يتجاوز للقراءة المعتادة ثلث ساعة عشرين دقيقة اليوم فيه ألف وأربعمائة وأربعين دقيقة تعجز إنك تجد عشرين دقيقة تقرأ فيها ربما نسيقولها مشغول 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 إلى متى؟ دخلك تعبد للدنيا يا أخي أملى صحيفتك الأخوية والله ثم والله إن الرزق الذي تركض له هو بيد من أنزل هذا الكتاب هو بيد من تناجيه وتقرأ كلامه فلا تطغى عليه كذا كلنا نسعى في الأرض ونجتهد ونطلب الرزق وهذا مطلوب لكن لا نكون عبيدا للدنيا وتلهينا إلى القدر الذي يمضي على أحدنا شهر كامل لا يختم فيه كتاب الله عز وجل والمسألة يا إخوة والله ثم والله إنها يسير على من يسره الله عز وجل لكن تحتاج إلى همة وتعود ثم خلاص يصبح الأمر إدمان بمعنى أنك تشعر أن اليوم الذي مر ولم تقرأ فيه شيء من كتاب الله أنه يوم أغبر في حقك يوم يظلم فيه قلبك يوم يظلم فيه قلبك